موسيقى صناعة القوارب صناعة قديمة بدأت هذه الصناعة تطور لما تطورت السياحة في مديد العقبة بشكل ملحوظ أصبحت هناك مشاكل تواجه أصحاب القوارب وتواجه هذا القطاع فتم إنشاء جمعية اللي هي جمعية العقبة البحرية السياحية المشغل هو عبارة عن عدة مشاغل بتضمن مشاغل الميكانيك مشاغل الفيبر غلاس مشاغل الحدادة مشاغل النجارة هذا المشغل بشكل عام يعني كافة الخدمة اللي بتطلبها هاي القوارب صناعة القوارب اللي هي قوارب الزياجية أو قوارب السيد كانت تصنع من مادة الخشب فإحنا طورنا الخشب من خشب لمادة الفيبر غلاس صرنا نأخذ نلبس الخشب ونعزل الخشب نشيله كامل بعد فترة نشيل الخشب من القالب ونخليه في برا غلاس هذا يا سيد عزيز لنش كان كله خشب كويس ملبس في برا غلاس طبعاً احنا شلنا الخشب كله منه كجسم جسمه الخارجي كامل متكامل هذا في مادة في برا غلاس طبعاً احنا بنحط في شلمنات خشب وقفات زي هيك هدولا مشان يتبت عليهم الجسم كامل لنكونوا ماسكين الجسم كويس هادي خشب منسميها احنا مراية للمتور بركب عليها المكينة طبعاً أرضيته اللي الأرضية هذه بتكون داخلها تحتية تصورة من خشب مشان يمسك جسم اللنش تركب له كذا جسر بتفصل حوض القزاز نفسيه كامل كحوض القزاز مشان احنا ننزل فيه القزاز من تبتب براغي وسيليكون بعد ما نظفنا الخشب كويس بدنا اللبسه اللي هي مادة الرزين والشاشة في برا غلاس بس مشان هذا يركب يمسك كله مع بعضية خارب الزجاجية تفصل تفصيل كامل كمنظومة لها خصوصيات الصياد بختلف عن القارب الزجاجي حصرنا النفايات ومواد السيانة ومقلبات السيانة في أماكن خاصة بحيث المحافظة على البيئة البحرية ونجحنا في هذا الموضوع هذا اسم النامة الأمامية والنامة الخلفية كويس لا ربط حبال اللنج كل شخص له عزيز فبسمي القارب في اسم ابنه بسمي باسمه بسمي باسم زوجته بسمي باسم بلده ولذلك بتلاقي اسم مثلاً قارب اسمه عواصب قارب اسمه مثلاً علا قارب اسمه مثلاً محمد محمد أحمد كنت مسمي القارب تبعي اسمه أماني على اسم بنتي طبعاً كأن لأنا معززة على قلبي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر